اشتركوا في القناة الذي اسهم في تقديم الدعم والمساندة للبحرين من خلال الاستفادة من العلوم التقنية المتقدمة في مجالات عدة والتدريب العلمي والفني والتقني الشامل الذي تقدمه لضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية ومن جهتها اعربت البروفيسور جين جيرارد ابايا عن تقديرها لحرص مملكة البحرين على القيام بتنفيذ كافة المتطلبات الفنية التي تساهم في تطوير البرامج وتحقيق اعلى نسب من الفائدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة